اشتركوا في القناة هناك موسيقى يجوز ممارسة وكالعزف على القيطار مثلا والبيانو شكرا هذا الشاب المبارك طيب يسأل ما إذا كان إن شاء الله تبارك وتعالى وقد أعطاه الله موهبة في كتابة النصوص ديال الأغاني ديال الرب ومضمونها مضمونة حمزيان فيه تحفيز للشباب تذكيرهم بالله تبارك وتعالى معالجة واحد مجموعة من القضايا الاجتماعية لانحراف المخدرات بأسلوب يفهمه الشباب ويؤدى عن طريقة هذه الأغاني اللي جات من الغرب اللي هي الرب وإن شاء الله تبارك وتعالى واش يمكن له يزيد في هذا الشيء أو إلا هذا تشبه بالغرب وخص بنادم يريض وذلك شيء والله يا أخي إن شاء الله تبارك وتعالى نحن ديننا بإذن الله تبارك وتعالى فيه ثغارات كثيرة يدخل منها الأعداء ومن جملة هذه الثغارات هي مجال الفن مجال الفن مجال الفن فلو أن الإنسان متدين الواعي الواعي يمكن أن يعطيه بديلا بضوابط شرعية لاستطعنا بإذن الله أن نغلق هذه الثغرة وأن نعمرها وأن نجابها بهؤلاء وأن نخاطب شبابا كثيرين لا يأتون إلى الدروس ولا إلى المساجن وإنما هم ضحايا لمثل هذا النوع من الثقافة فلو أننا وفرنا لهم مثلا هؤلاء النساء اللي عندهم هذا الوعي وبهذا الفهم وبهذا كذا لمزاحمة هؤلاء لانتشار الشباب من الضلال الذي يأخذونه إليهم هؤلاء ويصارعونهم حتى يلقذونهم ويؤتونه يعني هذا الشيء إن شاء الله تبارك وتعالى مزيان مليح لكنه يكون وسمه مؤطر علميا زيد وكأن مشروع برؤية واضحة أما اللي يكون فرض هكذا بوحده من يكون فرض بوحده يخشى عليه إذا دخل هذا الميدان أن لا يرجع منه أبدا تعرفوا كذلك الميدان ليس شيء قضية غير كلمات مزيانة ودي الرب قال لي لا قال لي واحد السيد انقضه الله تعالى من هذا المجال تعال هنا كان ابا يدخل عليه ويسابه ويضرب البيانو يقول لا أولدي الله يجزيك بالخير أنا جبتك بغيت تقرأ وبغيتك تكون شيء حاجة بالنسبة للأمة ويضرب البيانو قال لا ابا يا كنارني نجحت وكذا وخليني ندير الهواية ديالي من الهواية ديالي بما تباه من الهواية ديالي خخوته وقع تبعه في الهواية خبعدك على الهواية من بعد واسم يدخل يحضر في العراسات بقى يحضر في العراسات العراسات بقى من بعد يطلع يبقى يعرفوه الناس وهو من المجيدين للعزف على كثير من الآلات حتى جايوه جاتوا طلبات كبيرة من مغنين كبار في المغرب هات السيد هذا من اللي بقى يغنيه وبقى يدخلوا له الفلوس قال لك لحصوله من هنا بقى يغنيه هكذا قلت له بقيت نسقسيه قلت له لها رحمة الوليدين بقيت نسقسيه وان الشباب وقلوا لي هذا الأناشيد وهذا الأغاني وهذا الشيء ما بغينا نديره أغير الدعوة قال لي يستحيل قال لي البيئة التي تعمل فيها موبوءة قلت له كدر علقة انتعكم مع الواجدين ديالكم قال لك ما تشوفهم شيئا قالك تعرف أنا علش تخليت على هالشي قال لي الوصية انتع ابوه هذي واحدة من اللي مات وثانيا تبدلت الحياة انتعي الليل ولا نهار والنهار رح تنض غلال وحدة عدن واللي نصلي خمسة طاعة الصلاة واتل فيتين هيف النهار قل لي قلت فيه الرغادي قالك سبحت على أموك لا الوالدة أنا ما زيتش نتغني قلت له ولدي وشكون فرض عليك شكون فرض عليك قال لها أمو يا ناس وتمشى وتعذبت وكذا والفلوس قال لك لا باركة لأول والفلوس كايد والأخوت وقعت في الميدان فتابة إلى الله قال شو ما خصني ندير خصني البديل ندخل الله في القرآن فحافظ القرآن أخوة تدخلوا معه حافظوا القرآن واحد شوية ويجي للمرور بالخدمة يجي للمرور بالخدمة وقال لي عاد عرفت الحياة الهادئة والطيبة وعندي الأنبنية ومشي نقريها ونعلمها الدين قل لي كذب عليك الكامل اللي قال لك هالميدان اللي يدخلوها خابينية وذلك إن شاء الله تعالى الإنسان يقدر يكون عنده هذا هذا الوعي وهذا الشي ويقدر يدي هالكلمات ولكن يكون ذلك الشي واسمه يكون مؤسس يكون منضبط يكون كذا ما يكونش هكذا مطلوق لأنه لا تلقته هما قضية البيانو وذلك شي نقول لك شوف يا أخويا تعلمت شوية البيانو وكذا وكذا اخترأت اخترأت كي تديقوتا تضربها هكذا كأنه له لتجدد النشاط لكن أخرج محد ما أدى أخرج من هذا المجال واعكف على كتاب الله أعكف على تعلم دين الله وسترى أن الله يفتح لك وإلى خدمة لسيدة ربي لاحظت قبلها منك الله تعالى أنت لا ذكرة الله تذكره ذكر محدود في الزمان والمكان والعادن لكن الله لا ذكرك يخلد ذكرك في الصالح النص عمره ما غدت نسأل الإمام مالك ولا الإمام الأوزاعي عاشغي وقلبنا ثلاثين الإمام النوى عاشغي وشحال سبعة وثلاثين عام فما خال خالت مكتبة في أي أرض من كتابه ريان الصالح وشحال سبعة وثلاثين ويكر طابط بالعمل يصدر باللي ما فيش خاصة في هذه وقيتها نعم